السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال الشمس لبرج السرطان عشان هيك من نقول لجميع موليد برج السرطان كل عام وأنتم بكل خير إن شاء الله تعالى طبعا الشمس إلها شهر تقريبا أو موجود في برج الجوزاء وهذا شيء أرهق بشكل كبير موليد برج السرطان يعني مهم إلهم شهرين تقريبا وضعهم مش بالزيادة للفلكي فأتعبهم بشكل كبير الآن مع انتقال الشمس اللي رح تنتقل يوم الأربعة واحد وعشرين ستة في تمام الساعة ثنتين وسبعة وخمسين دقيقة عصرا لبرج السرطان ورح يضل في برج السرطان لغاية يوم ثلاث وعشرين سبعة وهو يوم الأحد ثلاث وعشرين سبعة تمام الساعة وحدة وخمسين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش ويصير في برج الأسد بعديها عشان هيك الله يعين موليد برج الأسد الآن اللي بدهم يعانوا كما عانوا موليد برج السرطان المعروف عن الشمس هي التوقعات الشهرية يعني بمعنى آخر خلص الشمس لما تنتقل من برج لبرج هي بتعطي توقعات شهر كامل لجميع الأبراج إيش أبرز الأشياء أو الاهتمامات اللي رح يهتموا فيها ان كانوا برجهم أو طالعهم الشمس هي طبعا النير الأكبر تسمى يعني هي بتعطي نوع من أنواع السعادة والحياة والأشياء هاي طبعا من صفاتها الطموح والصراحة والتفاؤل والجراءة والكرم والدينماكية والقيادة والاستقلالية النشاط القرارات القيادة يعني هاي صفاتها الأساسية ولكن لما تكون سلبية أو تكون بتشكل زوايا سلبية تعطينا الغرور والأنانية والديكتاتورية طبعا الشمس لما تكون موجودة في برج السرطان إلها تأثيرات إيجابية عموما على جميع الأبراج ليش؟ لأنها بتتركز بخلال فترة هذا الشهر بالعموم إنها بتركز على البيت على العائلة على العلاقات الحميمة نرغى في تعزيز الروابط العائلية المناسبات والإحتفالات والأحداث البيتية كلها هاي بتكثر في خلال فترة هذا الشهر نحاول إنه نخلق راحة داخل جدران البيت نتقرب من أفراد العائلة نعمل ديكور جديد أو تجهيزات أو حتى صيانة ديكور شراء استئجار أشياء من هذا القبيل طبعا أكثر المستفيدين دائما من دخول أي برج أي كوكب على أي برج إنه بعطيه اللي هم المترادفات إحنا بنسميها أو المنسجمات بمعنى آخر هي اللي بتستفيد أكثر شيء فعشان هيك أكثر المستفيدين من وجود الشمس في السرطان هم أول شيء موليد الأبراج المائية اللي هو السرطان والعقرب والحوت أما بالنسبة للأبراج الترابية فعنا الثور والعذرة وأقلهم الجديد ليش؟ لأنه بيكون مقابلهم مباشرة فشوي بعد أوقات لما بيشكل زوايا سلبية مع القمر أو مع الكواكب الأخرى فبيسحب من الطاقة أو بيقلل الطاقة عن موليد برج الجدي فبيصير يعني بتستلزمهم شوية أنه يحذروا من العصبية وأيضا ينتبهوا لصحتهم الآن عشان نركز أكثر ونعرف أنه الشمس رح تكون سعيدة أو رح تكون منتحسة بالفترة القادمة لازم ننتبه أول شيء للزوايا اللي رح تشكلها الشمس عشان نقدر نحسب أول إشي سعودتها ونحستها الآن من لاحظ يوم تسعة وعشرين ستة أنه في زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين زحل هاي يعني بتحسن قدراتنا على تنظيم شؤوننا ونتحمل المسئولية واتخاذ القرارات والالتزامات بتكون عنا قوية جدا فهي زاوية إيجابية هاي أول نقطة نعطيها إيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين العطارة أها ممتاز هاي كمان نقطة هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الفكرية بتسهل علينا فهم مواضيع علمية كانت صعبة أو تعذر علينا فهمها أو حلها بالفترة الماضية بصير قدرة الاستيعاب واتخاذ القرارات أسرع وبتزيد من توجهنا للاتصالات والتنقلات والسفريات الضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم واحد سبعة أيضا هي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري هاي قوية جدا لأنها هاي زاوية بتدفع بحضوذنا بصورة عامة في شتى المجالات يعني على الوضع المالي العاطفي التجاري أي حضوذ أي حضوذ بتعطينا دائما تعطينا قدرة حضوذ فيها رغم أنه شوي بعض الحركات الفلكية ممكن أنها بتتعارض مع هاي زاوية إلا أنها منعطيها كريدت علي يوم 14 سبعة في زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهاي برضو هاي كريدت كمان بتعزز قدراتنا الإدارية بتضفي جاذبية على شخصيتنا بتقول حدث عنا بشكل كبير وممكن نتخذ قرارات حاسمة وأيضا بتعزز مقاطع اجتماعية قوية جدا أو علاقات اجتماعية والاستفادة منها بشكل مباشر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي يوم 20 سبعة هاي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون طبعا هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث عنا بشكل كبير الخيال خصب جدا لأشخاص اللي بشتغلوا في المجالات الفنية التمثيل السوشال ميديا أي شيء له علاقة بالفن بكونوا مبدعين جدا بالفترة هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 22 سبعة زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو يا سلام زاوية سلبية وحامية جدا وقوية جدا يعني هاي بتعزز التسلط عند البعض بحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين من الأصدقاء أفراد العائلة الأحبة الأزواج زملاء بالعمل فيعني شوي هاي حامية وبرضو على المستوى الدولي ممكن تتور أعمال عنف ومواجهات الهاصلة بالنيران والمعادن منلاحظ هنا أنه أغلب الشهر راح تكون الشمس سعيدة معناته راح تعطي إيجابية عالية جدا بطاقتها طبعا ما ننسى أنه فيها زوايا أخرى مع القمر اللي هي موجودة في صندوق الوصف نكون كاتبينها مع خلو المسار إمتى زاوية التربيع إمتى الأمور الأخرى طبعا زوايا تثليت والتسديس هي زوايا إيجابية قوية ولكن التربيع والمقابلة هي أصعب شيء بالنسبة للقمر والشمس طيب إيش التأثيرات على جميع الأبراج يا سعيد إيش توقعاتك الشهرية بالنسبة للأبراج إيش اللي راح يتركز عليهم كبرج أو كطالع وشو اللي نركز عليه أكثر أو نخلي اهتمامنا عليه عشان نستفيد منه شو بتحذرنا برضو عشان أنه إحنا ننتبه من هذا الموضوع طبعا قبل ما نروح لهذا الموضوع يا ريت اللي بدي حط لايك ديس لايك كومنت يشترك إذا مش مشترك وفي عندك كبستين إذا حب تدعم القناة عندك تشكرات اللي هي ثانكس أو الانتساب جوينت بدك تنتسب فيهم أو تكبس عليهم اكبس عليهم براحتك ما بدك يعني متابعتك لحالها بتغني حابة تبرع كمان كيف صندوق الوسط رابط البيفال بتقدر تتبرع عليه ما بدك تتبرع يعني كبسة بس حتى لو دس لايك يعني بس يعني تدعمنا في هاي النقطة برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا أول إشي رح يكون هو موجود يعني الشمس وجودها في السرطان يعني البيت الرابع لا إلك إن كان برج أو طالع فهنا التركيز رح يكون على مسائل إلها علاقة بالعقارات أو بيع شراء انتقال لبيت جديد تحسينات ديكور أثاث منزل مناسبة عائلية حدث عائدي طرحة عائلية شأن عائلي يعني هاي الأمور كلها ولكن مع الموليد برج الحمل ممكن يهتم بقضية إرت أو نقل ملكية ممكن يعني في نوع من أنواع الدعم الكبير رح يكون لهم على المستوى العائلي وعلى المستوى الاجتماعي الداخلي ممكن نجد بعض الأشخاص بيتقربوا لإلك عشان يظهروا حسن نيتهم هاي فترة جيدة لتعزيز الروابط العائلية وتقرب من الأبناء والأهل وخصوصا مع الآباء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بالنسبة للثور هذا يعتبر من أقوى البيوت لإلكم لأنه هذا البيت الثالث يعني منقدر نقول إنه هذا الشهر شهر له علاقة بالسفر القصير والتنقلات الاتصالات الاهتمام بالتكنولوجيا الاهتمام بالتسويق ممكن يعني هيك تحاول إنه الفترة هاي بدك تغير جو كثير بدك تستمتع بالرحلات التواصل مع الأصدقاء مع الأخوة مع الجيران فيه كثير من الاتصالات والمكالمات اللي ممكن إنك يعني ما تريح حالك حتى من كثافتها وبتحس بقيمتك الحقيقية بين الأشخاص اللي أنت بتحبهم من كثرة الاهتمام فيه نوع من أنواع التوتر أو يعني المشاكل العالقة مع المقربين بإمكانك خلال فترة هذا الشهر أنك أنت تحلها بالحوار لأنه عندك قدرة على الإقناع والمجادلة والمحاورة قوية جداً فعشان هيك رح تنشطوا بهاي الأمور ومنك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالتكنولوجيا أو إلها علاقة بالسيارات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً نقدر نقول إنه هذا شهر العمل يعني خلصنا إحنا الآن مع وصول الشمس لكل أبراج برج الجوزة كل موليد برج الجوزة الطاقة صارت عندهم عالية جداً الآن بدهم ينطلقوا أهم نقطة بالنسبة للجوزة المال هذا الشهر هو شهر بعطيك طاقة لأمور المالية تجيك فرص كثيرة للمكاسب المالية مستحقات بدل مجهودك عملك الشخصي في كثير من الأفكار المبدعة والمنتجة بتكون موجودة عندك ممكن تبلش الترجم على أرض الواقع أهم شيء إنك ما تخبي أفكارك وخصوصاً إذا كانت هاي الأفكار أنت دارسها ومتأكد منها فظهرها للعلن وما تستنى ممكن تبحث عن عمل أو يتقدم لك بعض العروض الجيدة هذا الشهر يعني حاول أنك تستفيد منها واختار الأفضل ما بينها حاول أنك تتوازن إيش اللي مصلحتك موجودة فيه برضو في أشخاص ممكن يتقربوا لك من محيط عملك ذكور أو إناث حاول أنك تعطي الفرصة وحاول أنك يعني تستجيب للأمور عشان تعرف فيه مصلحة ولا ما فيه مصلحة العلاقات مصالح خلال هذا الشهر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً هنا يعني الشهرين المضهد ولا تعب وأنتو حساسين معاطفيين دمروكو الآن الأغلى موليد برج السرطان دخلوا بالحيط بالفترة الشهر الماضي ما كنا نقول لهم من إيجابيات القمر وزوايا القمر ومش عاق إيش وبشكل زوايا بقول لك يا عمي كل كلامك هذا في زباله لا هاد واتدمرنا وتعبنا ومش متحملين وضعنا الآن الشمس وصلت للسرطان ما يجيني واحد بالعشرية ثالثة مثلاً أو آخر موليد برج السرطاني واللي ها هيا حكيت والحسينة بإشي بدك تتحمل لأنه هسا بتبلش تنزل تنازل انت طلعت الهرم على قمته فوق هسا بدك تبلش تنزل من أعلى القمة للآخر من الضغطات قمة الهرم هي الضغطات نزولك هاد بالتدريج بتبلش تخف الضغوط عنك لغاية يوم عيد ميلادك الآن يوم عيد ميلادك إذا صدفت انه القمر يعني القمر بشكل زوايا سلبية يومها بتحسش فيها بدك تصبر لك يومين القمر موجود في بيت مش حليف لائلك بدك تصبر لك كمان يومين بعدها يعني هاي الفترة ولكن اجمالاً من عند عيد ميلادك انت بتبدأ سنتك الشمس رح تعطيك طاقة وحيوية اللي فقدتها بالفترة الماضية تتحول الأمور بشكل إيجابي للأفضل يعني قوة الشمس رح تنعكس على شخصيتك بصير عندك قدرة على تحمل المسئولية بشكل أفضل وقدرة أكبر بتفكر بشكل أوضح بعيد عن التردد والخوف ممكن تكون بخطوات جديدة فترة مناسبة جداً لإتمام مشاريع سابقة أو البدء بمشاريع جديدة بمختلف المجالات برج الأسد والله يا موليد برج الأسد أنا حزين عليك وحزين على نفسي أول إشي يعني من أسد وأنتو أسود وعارفين الوضع شو بلشت تضغط الأمور الآن الشمس كمان وصلت لبيت المتاعب يعني بدنا هذا شهر الغربال هذا الشخص اللي بدك تغربل فيه كل علاقاتك وكل مشاكلك وتكب أشياء وراء ظهرك هيك هاي خلص خلصنا منها طلعناها من حياتنا وهنا هاي اللي بدك تكمل معنا مبروك أنت تأهلت معنا للعام القادم بدك تكمل معنا في هذا العام فهذا الشهر هو الغربال فلا تتفاجأوا من علاقات بتطلع من أصدقاء بتنتهي العلاقة معهم الشغلات بتبطلوها الشغلات بتبدو فيها يعني فترة فيها الله يعينا عن اللي جاي لأنه صعوبة بكل المجالات رح تكون وهي تعتبر فترة امتحان بمعنى آخر هذا بيت المتاعب علينا الانتباه أكثر لصحتنا لاسيما فيما يتعلق بالهرمونات والغدد حاولوا الحذر من المبالغة في المجهود الجسدي حاول انك شوي تأخذ من فترة لا أخرى نوع من أنواع الراحات ممكن تخيب آمالك في مشروع بديت فيه تجد انه ما مشتش الأمور معك وبرضو ممكن أشخاص تكون وعديتك بأشياء كثيرة طبعا وكله ينطخ بعرس يروح هيك تيختفي تبطل تعرف وين راح باي مع السلامة تزعلش عادي جدا منيح اللي نكشف من البداية فما تقلق من هذا الموضوع لأن هذا الأشي ما راح يثني عزيمة برج الأسد برج الأسد عمره ما عوّل على أي مخلوق على وجه الأرض دائما على نفسه ومع نفسه الموجودين هذولا إن وجدوا فهو أشخاص أهل وسهل فيهم بدهم يطلعوا من حياتنا عادي يقول لهم اطلعوا وسكروا البابوراك ومعناش أي مشكلة فهي طبيعتنا فعشان هيك منقول إنه هذا الشهر فيه صعوبة بدنا نأخذه بشكل مرح نتقبله ونضحك على الأحداث اللي راح تصير والناس اللي راح تطير برج العدراء بالنسبة لموليد برج العدراء طبعا فترة هاي تعتبر الهدوء ما قبل العاصفة فبتكن تجهزوا حالك لأنه هاي بدها تجهز للشهر الجاي يعني بمعنى آخر الشهر هذا فيه ضغوطات فيه أمور فيها صعوبة الحظ ما بدعمك بشكل كامل ولكن أنا بعطيك الحل لهذا الموضوع الحل إنه هذا الشهر انت حياتك لازم تكون علاقات اجتماعية ولقاءات اجتماعية لأنها هاي فترة راح تنشط هاي الأمور بشكل كبير بعلاقاتك وأصدقائك ومعارفك ممكن دعوات وتفاؤل ولقاءات ودعم صداقات وإلى ما لا نهاية وبرضو ممكن مشاكل مع هدول الأشخاص وتنتهي علاقتك معهم أو تكتشف خيانتهم أو تكتشف عدم أهميتهم أو يخذلوك أو يوعدوك بأشياء ما يوفوا فيها ولكن عشان تستفيد من هاي الفترة أي مسألة ردك تمشيها في حياتك اليومية أو حياتك الخاصة بدها واسطة أو بدها دافع أو ممكن أن شخص يساعدك فيها إذا استعنت بالعلاقات الاجتماعية والأصدقاء والمعارف بتمشي لحالك بتواجد صعوبة في هذا الموضوع عشان هيك أعرف مين اللي انت تتميل عليه أو تتكئ عليه ومين اللي تقول له مع السلامة خلاص بكفي يعني ريحتنا إلى اللقاء عادي جدا يعني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الشهر هاد رح يتركز كله على أمور إلها علاقة بالعمل وعلاقتك بالمسؤولين والطبقات الراقية أو أصحاب المناصب الحفاظ على السمعة الشهرة الأشياء هاي هاي كل اللف اللي رح تكون عندك خلال هذا الشهر يعني شهر نعتبره حافل باللقاءات المهمة جلسات عمل أرباح اتفاقات حاول أنك ما تضيع هذا الشهر وركز أنك تكون ملتزم فيه بكل طاقتك يعني بدون مخالفة قوانين بدون تجاوزات بدون ما أي شيء بشوه سمعتك أو بدخلك لمحاكم وقضايا وطرد من العمل ومشاكل مع رؤسائك ومش عارف إيش هذا كله حطه على جانب لأنه ما بلزم الآن هي فترة التركيز عشان يعني يكون عندك قدرة إنك تحصل المكاسب بأكملها لالتزام بالعمل تدقيق بأوقات العمل تدقيق بالملفات اللي بتسلمها علاقتك مع المسؤولين مساعدة المسؤولين هاي الفترة اللي بتعطيك نوع من أنواع الشهرة والوصول برضو اللي بيشتغلوا في مجالات السوشال ميديا أو اللي بدهم الشهرة ممكن ينشهوا بخلال هذا الشهر أو يحققوا متابعات أو مشاهدات عالية جداً وأيضاً بتساعد بعض الأشخاص للترقي أو ترفيع أو منصب جديد ولكن بتحذروا من بعض الأشخاص اللي ممكن يحاولوا استغلال طيبتكم انت بطبيعتك يعني الميزان هو برج مسالم نقص سريرة احنا منسميه هيك فعشان هيك في أوقات معينة لازم قوتك تكون بقدر صفائك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً هذا شهر قوي جداً بالنسبة للكم على مختلف الأصعادين أول شي جيد للطلاب اللي بدرسوا بالجامعة جيد للأشخاص اللي بدهم يهاجروا يقدموا أوراقهم أو معاملاتهم جيدة للسفر المعيد أو السفر خارج البلاد العلاقات مع الأجانب الاهتمام العاطفي تطوير علاقة عاطفية الارتباط المناسبات مع أجانب طبعاً أو أشخاص من خارج البلاد يعني فترة بكل المجالات تقريباً حتى على مستوى الشراكة والمؤسسات الخارجية والاستراد والتصدير برضو قوية فعشان هيك هذا الشهر حاول انك ما تفوت هاي الفرصة طاقة الشمس تعطيق قدرة على السير قدماً في أي مجال فترة مناسبة للتعامل مع السفارات والكنصليات والتعرف على أشخاص غرباء ممكن يقدموا لك مساعدة مثلاً تنشط في التجارة في عمليات التجارة الخارجية تعطيك ربح ممتاز يعني بمعنى آخر راح تجيك فرص كتيري انت ما بتتوقعها على الإطلاق خلال هذا الشهر إذا تحركت أما إذا ظلت نايم في البيت بتستنى الفرص لا راحت عليك منشوفك السنة الجاي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً هذا شهر يعتبر شهر يعني شوي خفت الضغوط لأنه كان الفترة الماضية انت شهرين عندك الشمس في بيت الصحة بعدين صارت مقابلك تماماً الآن يعني تحركت صارت على البيت الثامن عشان هيك التركيز رح يصير على الأمور المالية وخصوصاً الأموال المشتركة فعشان هيك بنحكي هذا الشهر في كثير من المكاسب اللي بتجيك من مصادر مختلفة ممكن تعويض سابق عن عمل اشتغلته أو تعويض عائلي أو حكومي أو قرض أو مثلاً ميراث أو مثلاً أي شيء إلك أموال بتطالب فيها وممكن تحصلها أعمال برضو في المجالات اللي إلها علاقة بالبنوك ممكن ينعرض عليك ممكن يعني بتلاقي صحتك بلشت تتحسن أفضل من الفترة الماضية فترة بتصير مناسبة جداً للأشخاص اللي بدهم يجروا عمليات جراحية أو تجميلية أو الدخول في برنامج غذائي يعني النتائج رح تكون طيبة جداً على المستوى المالي على المستوى الصحي أفضل والطاقة أحسن وحتى على مستوى المواضيع القديمة اللي ممكن تظهر وتحلها أو تعالجها اللي بيشتغلوا في مجال الروحانيات مرضو تفتح مجالات للبحث الأوسع خلال هذا الشهر يعني في مكاسب تجهيز للقادم إن شاء الله اللي فيه خير كثير برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً عزيزي الجدي هذا شهر الشراكة بامتياز ولكن بدك تعرف إن القمر موجود أو الشمس موجود مقابلك تماماً هذا الشيء بيضعفك فعشان هيك بيسحب منطاك تحبي تحذرك من هاي النقطة يبدل معطيك الإيجابيات لهذا الموضوع عشان تبقي عارف إنه هاد أول شيء بدك تستوعب وبعدين ندخل علي بعضه أول شيء لما تكون الشمس موجود مقابلك تماماً بتعطيك إيجابيات على مستوى علاقاتك العاطفية علاقة عاطفية مفاجئة غير متوقعة مبنية بتكون على معطيات واضحة ممكن يكون ارتباط أو شراكة أو زواج خلال فترة هاي في مصالح مشتركة في العلاقات بتعود بالنفع على الطرفين اتفاق ومصالحات ما بينك وبين زوجك أو زوجتك هاي فترة مناسبة للدخول بعلاقة أو تطور علاقة إما عمل مشترك اللي هو شريك عمل أو انك انت تطور علاقة للارتباط والزواج بس أهم إشي إنك ما تعصب ما تكون هواوي هواوي المزاج أو على هواك بمعنى آخر وفي نفس اللحظة تنتبه لطاقتك لأنها بتكون ضعيفة فعشان هيك أي شيء بيستثيرك فممكن تعصب وتعمل مشاكل وتقصر كل اللي أنا حكيته برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الآن بلشنا بمرحلة بنقدر نحكي فيها ضغط وفيها إيجابيات فعشان هيك نعتبرها هاي فترة مهمة جدا لأنها هاي ممكن تطور علاقاتك مع زملائك بالعمل تظهر من خلالها جوهرك الحقيقي تميزك لفت الانتباه لمدراءك بالعمل تطوير عملك مثلا انتقال من عمل لعمل أكبر مثلا مشاريعك وأفكارك ممكن تلقى طريقها للتحقيق من خلال تبادل الأفكار مع الزملاء أو مع المسؤولين فترة جيدة للي بيفكر بالإعلان عن منظمة أو مؤسسة أو جمعية أو أي شيء إلو علاقة بهاي المنظومة فهي لصالحك جدا برضو فترة مناسبة جدا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل بيقدروا يستفيدوا خلال هذا الشهر فترة كثير فيها من الفرص المهمة اللي تعرض عليك بس عليك انك تنتبه لصحتك ممكن يكون لك مراجعات طبية عمليات جراحية تشعر بالوهن في بعض الأيام ولكنها فترة إن شاء الله بتكون عابرة لأنه الشمس رح تكون سعيدة في أغلب الوقت فما بتوقع انه تنال من موليد برج الدلول هي ممكن تكون على أشخاص أو عن موليد معينين بيكون في زوايا سلبية كثيرة موجودة في خارطتهم الفلاكية فإجت الشمس وكملت الزوايا هاي فممكن يتعرضوا لوعكات صحية يعني تطلب وقت لحد ما يتشافوا منها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اللي بشكي من موليد برج الحوت خلال هذا الشهر بعمله ضد ماشي ليش؟ لأنه هذا الشهر أول إشي يعني الشمس دخلت على البيت الخامس لا إلك هذا البيت الخامس اللي هو بيت الحب بيت العاطفة بيت الحضود بيت المكاسب المالية بيت الأبناء بيت الأفراح بيت الحمل بيت الأفراح يعني كل شيء كل شيء إيجابي دعم قوي جداً وهذا يعني حوت مائي وإنت مائي والسرطان مائي والحياة مائية يعني تقعد على البحر للمرة هاي يعني الأجواء تقريباً منقول إنها ممتازة جداً والشمس بطاقتها ممتازة جداً فعشان هيك بتلاقي إنه كل التعب اللي بقيتوا تحسوا فيه والضغط خصوصاً اللي كان إلو علاقة بالبيت والعائلة والهاي المشاكل كلها بتبلش تتلاشع الآن فترة بتشعر فيها بطاقة عالية جداً شهر مناسب للمكاسب المالية وبتكون بشكل مفاجئ وواضحة فترة إيجابية على الصعيد العاطفي ممكن تجد نفسك قريب من شريك العاطفي بتصود أجواء حميمية بينكم العزاب أو الغير مرتبطين الفترة هاي ممتازة لأنه ممكن يدخلوا بعلاقة عاطفية جديدة أو ارتباط أو خطبة أو زواج وهي فترة مناسبة للحمل والولادة بالنسبة للأمهات مش للرجال وشو كمان والله الخير كثير يعني الخير كثير خلال هذا الشهر عشان هيك لازم تستغلوا وتتحركوا وما تخلى الحساسية تلعب دور كبير ممكن صحيح أنه يصير فيه قلق على أحد الأبناء أو الاهتمام بفرحة أحد الأبناء أو فرح بأحد الأبناء تتوتر شوي أو تندغط شوي أو مشكلة على علاقتك أو قلق على أحد الأحبة يعني ولكن تكون أمور عابرة ولكن الأهم أنه في كثير من الإيجابيات طيب تقدر تحضر ديس لايك برضو في أشخاص قالوا لي احكي عن الكبسات الثانية طبعا اللي بديد عمل القناة في تانكس اللي هي تشكرات تقدر تكبس عليها وتتبرع بمبلغ حق كاسد جاهوة يعني أو تقدر تنتسب شهريا برضو بحق كاسد جاهوة في يوم تحطها دعم شهري بدك شبلاش عادي جدا حابب تدعم أكثر نجيب لنا جهاز كمبيوتر أو مايك أو إشي هيك يعني نغير هالوضع اللي إحنا فيه يعني في عندك البيبال تحت تقدر تتبرع من خلاله بدك شتتبرع لعيننا عادي دعوة لحالها يبتفي بالغرض شعورك مع وضعنا برضو بشي بالغرض بدكش تشعر معنا وبدكش تعلق وبدكش تحط اللايك ولا دسلايك يعني خلص انت هيك شكرا أنك سمعت الحلقة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا شكرا